اشتركوا في القناة 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 إذن في هذه المباراة راح نلقى الأضواء على لاعبين أساسيين فقط اللاعب الأول هو عبقري كرة القدم وفخر كرة القدم أوزرا سباسة من نادي سان باولو واللاعب الثاني هو سايبورغ كرة القدم وهو كارلوس سانتانا من نادي فلمانغو البرازيلي وفي المدرجات يظهر اللاعب البرازيلي بيبي خلف روبورتو هونغو والصحفي يقول إن من سيفوز هو سباسة من هنا بيبي يتحدث عن ذكرياته وأول لقاء له مع سباسة قبل ثلاث سنوات في المعسكر التدريبي الذي يتم فيه اختيار اللاعبين سان باولو الأساسيين سباسة يقول هنا يجب أن أفوز في اختبار اختيار اللاعبين يا روبورتو هونغو فأنا لست ضيف هنا فأنا أيضا لاعب أيضا كما الآخرين من هنا روبورتو يقول لسباسة أنا أحذرك يا سباسة إن كرة القدم في البرازيل مختلفة تماما ليست كما هي في اليابان الأحلام والآمال ليست كافية هنا كي تلعب كرة القدم إذن من هنا راح نتوقف ونكمل إن شاء الله هذه السلسلة مرة أخرى في وقت آخر سلسلة طريق سباسة إلى الاحتراف إذا عجبكم المقطع لا تنسونا من اللايك والاشتراك ونشر القناة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر